أعرب أحمد أبو الغيط عن قلقه بسبب تطورات الأوضاع في ليبيا مناشداً كافة الأطراف الفاعلة بوضع مصلحة الشعب والحفاظ على مقدراته نصب أعينهم وفي ليبيا لا يسعني سوى الإعراب عن الأسف والقلق مما آلت إليه التطورات مؤخراً في هذا البلد العربي العزيز فالانقسام لا يلتأم وإنما تتسع الهوة بين الشرق والغرب وتتصل بالمواقف بصورة لا تخدم وحدة ليبيا ولا وحدة مؤسساتها بما في ذلك تلك المؤسسات التي يستفيد منها المواطن الليبي في كافة أرجاء الوطن ونناشد الأطراف الفاعلة أن تضع مصلحة الشعب والحفاظ على مقدراته نصب أعينها وندعو من هنا كافة الأطراف للعودة للحوار البناء تحت مظلة بيت العرب لتجاوز الخلافات تمهيداً لإتمام المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات التي طال انتظارها ترجمة نانسي قنقر